اشتركوا في القناة الى مأساة حقيقية جرى انقلاب سيارة الرباعية الدفع على متنها اسرة من مدينة الدار البيضاء ووفق مصادر بلد 24 فان طريق بنعيات على مستوى دوار اي تازم شهد انقلاب سيارة عائلية تسببت في وفاة شخص واصابة طفل بجروح خطيرة بالاضافة الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفوتة الخطورة وجرى نقل جثمان الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بابن ملال فيما جرى توجيه باقي المصابين الى مستعجلة المستشفى المذكور فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملباسة الحادثة تحت اشراف النياب العامة المختصة اشتركوا في القناة